هل الخلاص بالإيمان أم بالأعمال الخلاص بالإيمان أم بالأعمال الإجابة على ذلك واضحة أكتفي ببعض الآيات التي ذكرها الكتاب المقدس مثلا في رسالة روميا أصحح أربعة الآية خمسة يقول وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا يقول في أفاسوس 2.8 بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد والآية الثالثة في تيموسوس الثانية الأصحح الأول الذي خلصنا عن الله ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة الثلاثة آيات دول دول عينات فقط لكن آيات كثيرة تؤكد أن الخلاص بالإيمان وأنه ليس من أعمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر